اشتركوا في القناة من الاعوام الحاسمة في هذا الصراع انت ممكن تنظر لهذا الصراع ان هو صراع سياسي واذا نظرت للصراع في ارض فلسطين ان هو صراع سياسي فلن تصل الى نتيجة واحنا منهجنا في هذه القناة ان نتناول الاحداث من زاوية الدين من زاوية الاحاديث النبوية الشريفة التي تكلمت عن هذا الامر اما ان تتناول الامر من جانب السياسة فده كلام فاضي ولن يقدم ولن يؤخر ولن تصل الى اي نتائج وهو ما فعله العرب المسلمين بالتحديد في تناولهم لهذه القضية ولذلك لم يصلوا الى نتائج والتاريخ يقول دايما ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة اليهود بيعتبروا ان عام 2022 من الاعوام الحاسمة عندهم عندهم احلام وطموحات عايزين يعملوها على ارض فلسطين بناء الهيكل ومحاولات زعزعة الابنية في المسجد الاقصى واللي بيشكل الخطر عليهم هو ارض غزة لان المقاومة بتأتي من ارض غزة طبعا المقاومة في فلسطين كلها ولكن النوع من انواع الندية في الفترة الاخيرة شاهدتها الحروب انجاز تعبير الحرب بما بين غزة وما بين الكيان المحتل وشوفنا كلنا في رمضان الماضي لما حاولت اسرائيل ان هي تعتدي على ارض غزة لاول مرة كان ردت الفعل غير تقليدية وامطرت سماء تل ابيب بسواريخ وحصل عندهم حالة من الرعب والفزع الكبيرة جدا وتفاجئوا ان الاول مرة في رد فعل وده اللي خلى ناس كتير تبتدي تفكر في كلام الباحثين وعلى رأسهم الشيخ بسام جرار الذي يتكلم عن زوال دولة اسرائيل في عام 2022 واللي ما يعرفش فكرة هذا البحث هذا البحث فكرته ان فيه ايات في القرآن فيها ذكر لبني اسرائيل تم استخراج هذه الايات بطريقة عددية وخرجت الاعداد تقول ان زوال دولة اسرائيل هيبقى سنة 2022 طبعا هذا البحث هو بحث قيم جدا للشيخ بسام جرار وغيره من الباحثين اللي تكلمه في هذا الأمر ولكن يؤخذ على هذا البحث التوقيت طبعا الردود دايما كانت بتبقى ان الاعداد هي اللي بتبين ان الزوال هيبقى 2022 ولذلك الاعداد زي ما بيقولوا لا تكذب ولكن احنا ضد فكرة التوقيت ان احنا نقول هيحصل سنة كذا بالتحديد في يوم او في شهر او في سنة هيحصل انها تزول دولة اسرائيل فماذا لو ان هذا الكيان المحتل المعتدي لم يزول في عام 2022 هنقول ان القرآن في ذلك الوقت فقد المصداقية بتاعته لا هي مجرد استنتاجات واكتهادات تحتمل الصواب او الخطأ ده اللي احنا عايزين ان احنا نقوله اليهود يعلمون جيدا اننا في زمان الظهور للامام المهدي ويعلمون جيدا لانهم عارفين الاخبار والاحاديث والروايات وعارفين الموضوع بالتفصيل بتاعه والمصادر السنية والمصادر الشيعية مطلعين على كل المصادر عارفين ان ايام ظهور المهدي باتت قريبة ومنقول باتت قريبة مش بنحدد وقت ولا يوم ولا شهر ولا سنة مش بنحدد خالص بنقول انها باتت قريبة هم يعلمون هذه الحقيقة ولذلك عايزين يصعدوا في الاحداث قدر ما يستطيعون يبحثون عن المهدي منشغلين جدا بقضية معرفة شخصية الامام المهدي عايزين يعرفوا مين هو الامام المهدي في حين ان لسه في بعض من المؤسسات الدينية تنكر اصلا ان في شخصية اسمها المهدي ومؤسسات دينية قبرى تنكر هذا الامر ومؤسسات دينية قبرى تعترف ان الاحاديث بتاعة الامام المهدي صحيحة ولكن يقولوا لسنا في هذا الزمان وسبحان الله وفيما بينهم يتكلمون اننا في ايام الظهور وارجع للحلاءات اللي كانت في الايام السابقة اللي بتتكلم عن هذا المعنى وطبعا المسلمين كل ما بتحصل احداث على ارض غزة او على ارض فلسطين من اعتداء من الكيان المحتل على اخواننا المسلمين بنقف بنتفرج ولا نملك الا الدعاء الدعاء سلاح هام جدا بيصوبوا الله سبحانه وتعالى صوبا الاعداء سلاح كبير للمؤمن ضعف المسلمين الواضح جدا هو اقوى سلاح عند المسلمين طبعا يبدو ان الكلام غريب ضعف المسلمين اقوى سلاح للمسلمين ازاي؟ كل ما تنكسر الى الله سبحانه وتعالى وتظهر ضعفك وان اسباب الارض انعدمت ليه؟ لان محدش يقدر انه هو يساعد هناك الا بالدعاء او بالكلام او بالاكل او بالشراب او الطعام اما ظروة السنام الجهاد محدش يقدر انه هو يعني خلاص احنا عارفين كلنا ان كلنا تحت طائلة الحكم الجبري الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وان هؤلاء ما هم الا مندوبين عند الكيان الصهيوني وعند امريكا ويظهر الامام المهدي والمسلمين في حالة من الضعف الشديد والتخبط الشديد وليس بعد العسر الا اليسر كما اخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن فمرحلة الضعف للمسلمين فيها نعم امر لا يصر ولكن في حقيقة الامر هي اشارة الى طلوع النهار بعد ليل طويل قضته الامة الاسلامية تحت براثين الحكم الجبري الذي طبق على نفوسهم فترات طويلة من عمر الزمان وقبل ان اختم لازم تعرف وافتكر كلامي كويس جدا هذه هي البداية الاحداث على ارض فلسطين والصراع مع اليهود ده بداية عام الفين اتنين وعشرين بداية لاحداث كبيرة جدا وهتلاقيها سريعة ومتلاحقة يعني ممكن اطلع عليكم بعد يومين ثلاثة اربعة اسبوع واقول لكم فاكرين الكلام ده اللي انا قلته التصعيد هيبقى اكبر وهيبقى مستمر جدا لان الخطر الكبير اللي بيهدد احلامهم هم غزة ابطال غزة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ اخواننا في فلسطين وان ينصر اخواننا في فلسطين وعلى ارض غزة وان يمكن لهم وان يقر اعيننا بنصرة الاسلام وعزة الاسلام والمسلمين وارجو من الله سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت في هذا الكلام وفي هذه الحلقة لا ننسى بعد تقريبا ثلاث ساعات الرؤية حلقة التأويل الرؤى مع رؤية هامة جدا وفي المساء باذن الله الحلقة الرئيسية الساعة تمانية ونص باذن الله تابعونا بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته